من عندي اتين بس عندي موضوعين مهمين جدا طبعا انتوا عرفتوا موضوع الانتحاد الكورة اعلن النهاردة عن تعيين الكابتل حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر وتعيين ابراهيم حسن مدير عام بعد اقالة البرتغالي روي فيتوريا والجهاز بتاعه بعد ما مصر خرجت من جهاز امم افريقيا من الدور الستاشر مصدر مقرر من حسام ابراهيم قال اليوم السابع انهم اكدوا في لقاء مع وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي انهم بيرحبوا بتدريب المنتخب وبيأكدوا ان شرف لا يمكن التأخر عنه وقالوا دي بلدنا وهنبذل كل جهد الفترة اللي جاي عشان المنتخب يكون في المكانة اللي يستحقها حسام ابراهيم قالوا ان اختيار اللعيبة في المنتخب الوطني هيتم من منتجة الحيادية ومعايير عدلة لان منتخب مصر ملك الجميع ومن حق اي لعب الانضمام لمنتخب بلده طالما اجتهد واخلص معنا دي وانه مش هيكون فيه اي مجاملات او تفرقة بين اللعيبة او الاندية ويكون الشعار منتخب مصر فوق جميل اندية كلامه جميل جدا بس يعني دلوقتي بصرف النظر انت مع او ضد قرار او كنت من محبي التوقع حسام ابراهيم ولا لأ ما بقاش فيه اختيار غير تقديم كل الدعم ليهم في المهمة الصعبة اللي بيتحملوها وان شاء الله يحققوا طموح الشعب المصري ويفرحوا الميت مليون موسيقى